منعت الجماعات الارهابية المسلحة محمد تركي العيسى من قرية الزعفران الغربية بحمص من نجدة شقيقه والوصول اليه بعد اصابته من هذه الجماعات المجرمة ما ادى الى استشهاد شقيقه وقد شيع اهالي قرية الزعفران الغربية جثمان الشهيد احمد تركي العيسى الى مثواه الاخير الى مثواه الاخير شيع اهالي قرية الزعفرانية الغربية في محافظة حمص جثمان الشهيد احمد تركي العيسى الذي قتل على يد المجموعات الارهابية المسلحة التي هاجمت منزله باطلاق نار كثيف وهو ما كاد يودي بحياة عائلته كلها المجموعات الارهابية التي تعمل بشريعة الغاب كان حكمها ان ينزف المغدور حتى الموت بعدما منعت شقيقه من الوصول اليه مطلقة الرصاص عليه ايضا اطلاق نار كثيف مسلحين مع الروسيات وفو اكشين وستاس على 300 اونا انا ساتب الاسمات لقواس عند اخوت حسيت انه بيت اخوي راح بيت اخوي راح كله تسبات صوت انه خده معك لمين بالي لأخبو وما تبقى العيلي ابا دوا الاهالي الذين اكدوا ان الارهاب الذي تمارسه العصابات المسلحة المأجورة مستبيحة الامانة في مدينة حمص وجهوا دعوات ومناشدات للجيش العربي السوري للتدخل فورا ووضع حد للاجرام الذي يرتكب بحق ابناء الوطن